نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا بمحافظة المينيا في إطار سلسلة اللقاءات وجلسات الحوارية الخاصة بالحوار الوطني لدعم توطين الصناعة والمنتج المحلي وركز المؤتمر على عدة محاور من أبرزها بحث كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال دعم المنتج المحلي واستغلال الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها محافظة المينيا لتقليص نسبة البطالة بالإضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية بالمحافظة في إقامة مشروعات ومصانع لتوفير فرص عمل وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة للعبور من الأزمة الاقتصادية بحثنا أيضا كالموارد الطبيعية في محافظة المينيا زي الحجر الجيري الموجود لتشتغل بمحافظة المينيا زي الرخام وكيفية استغلال المواد في العبور من الأزمة الاقتصادية عن طريق إقامة مشروعات المنتجات الصغيرة عن طريق إقامة المصانع الصغيرة تمام لتوفير فرص عمل جيدة للشباب أن العالم أجمع مرة بعدة أزمات منذ أربع عوام وإحنا في أزمات متتالية هذه الأزمات انعكست على الاقتصاد في العالم والاقتصاد في الدول الأنمية وأيضا أثرت على مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزل جهود حسيسة للخروج من هذه الأزمة فعمل على توطين الصناعة المصرية والاعتماد على الصناعة المصرية وأيضا الاعتماد على المنتج المحلي الدولة بتتجه دلوقتي أن هي تدعم صغار المستثمرين وتدعم أنشطة صغيرة والمتوسطة في أكتر من مشروع قومي في البلد بيدعم الشباب من تأهيل وتنكين ومساعدة في أن هم يكونوا جزء من الحياة الاقتصادية المصرية